الحمد لله رب العالمين عفوا والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبة الطلب والمتابعين لهذه القناعة التعليمية حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم في هذا المقطع القصير جدا ما يسمى بمقاييس النزع المركزية Measures of Central Tendency أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا وعلى بركة الله نبدأ هناك الآن عدة مقاييس للنزع المركزية ما يسمى أولها سأبدأ بالوسط الحسابي ثم الوسيط الميديا ثم المين والمود ثم متوسط إلى الحراف المطلق ما يسمى من من أبسلوت ديبياشن ثم المين سكوينر أورو متوسط مربع الأخطاء الخطع فون فالآن سأبدأ بالوسط الحسابي الريثماتيك مين أو أفريج نسميه يعرف بأنه مجموع قيم المشاهدات مقسما على عدد المشاهدات على سبيل المثال لنفترض بأن لدينا المشاهدات الآتية عن أرباح هذا رمز الأرباح باي لعشر شركات مساهمة عامة بالمليون دينار الآن هذه ترتيب الشركات واحد اثنين ثلاثة إلى عشر عشرة شركات أو عشر شركات هذه الأرباح عشر قيم عن الأرباح فالشركة اللي بدأنا بها الأولى كان خمسة ملايين دينار ربحة ثم الشركة الثانية سبعة ملايين دينار ثم ثلاثة ملايين ثم ثم ثمانية ملايين وهكذا إلى أن انتهينا من خمسة عشر مليون دينار أرباح الشركة العاشرة يعرف الآن وسط الحسابي أو الـ mean or arithmetic mean or average بأنه الآن هذا الرمز تبعه باي عليها شحطة من فوق اللي هي خليل الآن دعوني اختار اللون هذا هذا هو باي الآن متوسط الأرباح باي عليها شحطة هاي من فوق كما ترون يساوي الآن مجموع أمحى هذا يساوي مجموع الأرباح هذه مقسم على عدد الشركات هنا عدد المشاهدات يساوي خمسة زائد سبعة زائد ثلاث زائد زائد إلا أنت إما خبصة عشر قسم عشر المجموع يساوي سبعة وخمسين قسم عشر وبالتالي هو يساوي الآن خمسة فاصل سبعة مليون دينار متوسط أرباح هذه الشركات إذن هذا هو الوسط الحسابي وهو أحد مقاييس النزع المركزية ومن أهمها الآن المقياس الثاني من مقاييس النزع المركزية الوسيط ميديا ميديا هذا يعرف بأنه القيمة التي تقسم توزيع المشاهدات أو تقسم تقسم أو تقسم إلى قسمين متساويين خمسين بالمئة من المشاهدات تكون أعلى من قيمة الوسيط وخمسين بالمئة من المشاهدات أقل من ملاحظة أقل من قيمة الوسيط ما يعني بأننا سنحتاج إلى ترتيب القيم تصاعديا أو تنازليا في هذا المثال رتبنا الأرباح هذه تصاعديا من الأقل إلى الأعلى واحد ثلاثة خمسة خمسة سبعة سبعة ثمانية تسعة طمعش خمسطعش نلاحظ الآن بأن العدد الزوجي لأنه عندي عشر مشاهدات هذه عشر مشاهدات بمعنى آخر أنه عددها زوجي فسنضطر إلى بعد ترتيب تصاعديا أو تنازليا أنه نجمع القيمتين اللي بالكون بالوسط جايات العدد الزوجي يضطرنا إلى جمع القيمتين التي تقعا في الوسط لاحظوا اللي بقى في الوسط اللي هي سبعة وسبعة هنا لأنه فوقيها فوق السبعة وسبعة واحدة ثمتين ثلاثة أربعة تحت السبعة الثانية واحدة ثمتين ثلاثة أربعة مشاهدات وبالتالي الآن إذا جمعنا سبعة زائل سبعة وقسمها ثلاثة يساوي سبعة إذن الوسط هو سبعة أرجو الانتباه إلى ذلك الآن المنوال مود يعرف بأنه أكثر القيم تكرارا القيم الأكثر تكرارا عند التطقيق بالقيم نجد بأن هناك منوالين هناك منوالين المنوال الأول هو خمسة لاحظوا لي هنا الخمسة هذه تكررت مرتين والسبعة تكررت مرتين ضروري جدا تنتبهوا أحبتي الآن قال لي بس أمحى هذا مشان ما تكون كل إشي واضح بالنسبة لكم فعندي الآن الخمسة هذه تكررت مرتين والسبعة تكررت مرتين ما يعني الآن بأنه لدينا منوالين وهذا يعني أنه الآن خمسة هي البنوال الأول الأقل ثم الأعلى هو سبعة هذا التوزيع بالحالة هاي نقول توزيع ثنائي منوال باي مودل مهم جدا الآن رابعا متوسط للانحراف المطلق من absolute deviation ويعرف بأنه لانحراف المطلق للقيم عن أي قيمة يختارها الباحث الضروري لكن في 99% الحالات الباحثين يختارون في معظم الأحيان الانحراف المطلق عن الوسط الحسابي أي بيختاروا القيمة التي ينحرف عنها مثلا الأرباح عن متوسط الأرباح فالآن اخترنا أن الوسط الحسابي كما ذكرنا هنا الوسط الحسابي هو القيمة التي سنجعلها معيار لانحراف هذه القيمة عن وسط الحسابي والتالي خمسة مطروح منها 5.7.7 سبعة مطروح منها 5.7 تساوي 1.3 بالعشرة ثلاثة مطروح منها 5.7 بالعشرة تساوي 2.7 إلى آخري أخيرا 15 مطروح منها 5.7 تساوي 9.3 بالعشرة أما الآن متوسط لانحراف المطلق هذا متوسط حراف المطلق فهو مجموع هذه القيم قسم على عشرة كما هو يساوي 2.3 طبعا المطلق شو المقصود فيها أنه الآن الفرق قد يكون سالب أو موجب لكن أخذنا القيمة المطلقة أهمنا الإشارة سالبة وبالتالي الآن مجموحة يساوي 32.6 بالعشرة وقسم على 6 ويساوي الآن ماد لهو mean absolute deviation هذا يساوي 3.26 من مئر خامسا وأخيرا الآن متوسط مربع الخطأ mean square error لأن هذا الخطأ اللي هو absolute deviation نقوم بتربيعه لاحظوا لهنا ربعنا الخطأ هذا ثم هذا وهكذا لهو الفرق يعني المقصود فيه الخطأ المقصود الفرق بين كل قيمة والمتوسط الحسابي للكل فالفرقية الآن هذا الفرق فاصل 7 1.3 بالعشرة 2.7 بالعشرة وهكذا إلى أنتهينا من 9.10 نربع هذه القيم فالتربيع أعطى هذه القيم اللي هي 49% 1.69 7.29 5.29 وهكذا إلى أنتهينا آخر قيمة 6.49 جمعناها الآن وقسمناها العدد يساوي 176.1 بالعشرة العشرة إذن المين سكوير هاي هي قيمته مهم جدا تساوي 17.61 إذا حسبنا الجذر التربيع إلى المين سكوير هنا تساوي 4.19 64 تقريبا 4.2 بالعشرة هذا بعطينا فكرة شبيهة بالانحراف المعياري فكرة شبيهة بالانحراف المعياري أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع المهم جدا وحبة الطلبة إن شاء الله في لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته